عودنا مشاهدين الاستكمالي فقرات صباح النور لليوم نجدد التحية لكم وأهلا يا أمين يا أهلا بك يا ميلاد كيف الحال اليوم أنا وأنت والصبايا بإجازة مرتحين اليوم نوجه لهم تحية نوجه لهم تحية أكيد ومشاهدين تحية أيضا لكم شكرا على متابعتنا ونتمنى أنه دائما تكونوا متواصلين معنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ودائما نحن في انتظار اقتراحاتكم إذن موضوعنا الآن تكنولوجي موضوع مهم جدا لكلنا نعرف في عالم أنه هالتكنولوجيا اللي دخلت في كل نواحي حياتنا اليومية زاد من انتشار خدمات ما يسمى التخزين السحابي أو الكلاود ستوريج متعارف عليه طبعا مع مميزات كثيرة يحصل عليها المستخدمين أفراد أو شركات ما هو هذا التخزين السحابي وأين تكمن فوائده وما هي أبرز عيوبه وماذا أيضا عن خصوصية البيانات سيجيبنا الخبير في تكنولوجيا المعلومات أيمن قد دورها أيمن سباح الخير صباح النور أمين صباح النور ميلاد لوردنا في استجيوه وأخيرا التقينا مباشرة أخيرا في استجيوه بس بدي صحح معلومة لزميلة أمين موضوع مهم بس مش الكل بيعرف عنه هذا دورنا ياريت فضل لأنه أعتقد هذا هو الأهم خلينا نفسروا بداية لأنه يمكن هناك بعض الأشخاص وكما قال ميلاد أكيد أنه عندهم ما يحفر عنه بالكلاود ستوريج ولكن ما يستعملوش يمكن ما يفتحوش أصلا التطبيق الكلاود ما هو هذا التخزين السحابي مفسروه بطريقة بسيطة خلينا أبدأ من كلمتك هو تطبيق الكلاود هو تحديدا مش تطبيق هو نموذج للتخزين على شبكة الإنترنت بحيث تخزن البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت على خوادم ظاهرية معتعددة بدل ما تكون مخزنة على خادم واحد معين في مكان معين تاريخ هذا الموضوع ممكن الكل ينصدم هلأ هو بدأ من الستينات القرن الماضي مش جديد أبدا هو بدأ من الستينات القرن الماضي واستمر بالتطور لبينما وصل لعام التسعينات كانت نقلة نوعية بهذا الموضوع و2006 تحديدا شركة أمازون أطلقت خدمات تدعى خدمات الس3 ستوريج وهي كانت الثورة بانطلاق موضوع الكلاود ستوريج لكل العالم بحيث صارت متوفرة بين أيدي الناس بشكل عام سواء كانت على التليفونات أندرويد آيفون اللابتوب الكمبيوترات على مستوى أكبر من الاستخدام الشخصي كمان الشركات صارت تستخدم الكلاود ستوريج وكلاود كومبيوتينج بشكل كتير متطور وأكبر من الشركات كمان على مستوى الدول خلينا نتخيل فالموضوع يعني كتير صار كبير كتير صار متطور وكتير خلينا أحكي فيه بديش أحكي تعقيدات بس هي يعني أمور لازم تكون أغلب الناس على فهم ودراية فيها لأنه زي ما حكينا هي بتبدأ من استخدامات الشخصية على الهواتف لأمور معقدة أكثر طالما عم نحكي عن التخزين إذن التخزين هو الهدف الرئيسي صحيح؟ يعني التخزين المعلومات هو الهدف الرئيسي لكن مثلا بشخص مثلي أنا أمين أنتو تكنولوجي بيفهم بتكنولوجي بيدبر أموره أنا شخص بخاف يعني عندما يعني بس مع كلمة تخزين يعني فيه هذه المعلومات اللي أنا عندي إياها في حدا آخر يمكنه الوصول إليها خوفك بمحله جدا خليني أبدأ من هذا الموضوع لأنه الخوف هو دليل حذر والحذر واجب طبعا أنا خليني أشبه هذا الموضوع مثل أداة حادة الأداة حادة بييد أي شخص ما بيعرف يستخدمها ممكن تأدي إلى ضرر كارثي صحيح والأداة الحادة نفسها ممكن تستخدمها أنت بأمور مفيدة تقطيع أكل تقص شغل معينة ممكن تستفيد منها فهي أداة حادة بس الفكرة بالموضوع وين أنه الشخص اللي بيستخدم هاي الأداة يعرف يستخدمها وهون بيجي دور التوعية بهذا الموضوع اللي هو جدا مهم ما بتقدر تعطي أنت لأي شخص وحكي له يلا استخدم لازم يكون فيه احتياطات معينة لازم يدير باله باستخدام لازم يكون حاسب حساب لازم يكون فيه عنده التخوف اللي عند حضرتك بحيث هو يستخدم هذا الموضوع بشكل يستفيد منه بدون ما يكون فيه ضرر هلأ ممكن نوضح شوي تقنيات أو أساليب معينة ممكن لواحد يتبعها بحيث أنه يكون هو بالسيف سايد بهذا الموضوع أعتقد أنه هناك عدد كبير من الأساليب لأنه بعض الأشخاص لا ينتبه أحيانا في حال تخزين معلوماته أو كل ما يملكه من معلومات تخزن بشكل مباشر يعني يكون فيما السانكرونيزازيون مباشرة تنتقل معلوماته على الكلاود هنا بعض الأشخاص يكتشف أحيانا وأنه السعة الكلاود الخاصة به أنه أصبحت ممتلئة بشكل حتى أنه هاتفه أو الحسوب اللي عنده أو حتى إيميله بريده الإلكتروني يصعب تعامل معه لأنه لا يعلم وأنه هناك معلومات يجب أن تخزن معلومات ليه أو كيفية تحديد سعة التخزين اللي يكون الإنسان بحاجة له أوكي خلينا أحكي بالفوائد أول شيء الكلاود ستوريج ورح أجي للمساوة لأنه مرتبطين ببعض يعني رح أذكر بعض الفوائد وهي نفسها فكرة رح تتفاجأ وكمان أنه هي نفسها رح تكون هي مساوة بس فريقة طريقة يعني الفرق هو طريقة الاستخدام خلينا أبدأ بأنه أول شيء فوائد الكلاود ستوريج اللي هو أنه أنا مثلاً ما بضطر أشتري هارد ديسك زي ما كاننا زمان نستخدم أنه أروح أشتري هارد ديسك وأخزن فيه ملفاتي وبعدين ممكن هذا يخرى بيضيع يصير فيه مشكلة يدخل فيروس عليه واتفر هاي الأمور بطلت بحاجتها فصورت أنا بقدر أشترك بخدمة معينة موجودة أونلاين بنقابل مبلغ مادي وبأدفع حسب الاستخدام ما بأدفع مثلاً أنا مبلغ كبير بأدفع حسب الاستخدام فبالتالي هاي تعتبر من الفوائد موضوع الفليكسابيلتي موضوع أنه أنا بقدر أزيد المساحة اللي أنا بدي إياها وقت ما بدي وقت ما متفضلت أنه بتصير فول مثلاً بقدر أنا أشتري مصاحة تخزين إضافية بحيث أنه يصير فيه عندي مساحة أكبر فهي الفليكسابيلتي جداً ممتازة جداً مفيدة بالإضافة للمشاركة أنا بقدر أشارك أي ملف موجود على الكلاود ستوريج على السوشيل ميديا بكبسة يعني بعض النقرات مثلاً بقدر أشارك هاي الملفات على السوشيل ميديا أو لأي شخص تاني ببعث له إياها على الواتساب على الفيسبوك فهي كلها فوائد هلأ بالمقابل أضرار هذا الموضوع اللي هو مثلاً أنا زي ما حكيت موضوع الدفع فأنا مضطر أدفع على هاي الخدمة ما هي الناس ما بتحب أنا طب ليش حتى مثلاً شركة آيفون تجبرني أشتري مساحة تخزين معينة عشان ملفاتي فول فصار في نوع من الإجبار على أنه أنا أشترك وإلا رح يكون في عندي مشكلة ولكن يمكن هذا الهدف تجاري من هذه الشركات أيضاً من نهاية تترضى من السيئات من نفس الشخص إذا عندك مخزن بدك تشتريه لتخزن غراضك يعني حتى بالحياة العادية بس هنا في بعض التعقيدات الأخرى يعني مثلاً الباسورد الحفاظ على الرقم الرقم السري يعني تعقيدات أخرى أنه أيضاً كيفية وهل أنا فقط ممكن الولوج أو الدخول إلى هالمخزن أو حداً تاني بيعرف عنه لأنه كمان أشار زميلي أمين لشيء كتير مهم نحن بطبيعتنا قد يصلنا مثلاً مرات أمور سرية يعني عقد معين كلمة معينة ما بدنا حداً نشوفه إذا كان هذا التخزين تلقائي يعني هي تلقائياً عم تطلع على بقلب هذا التخزين وممكن أيضاً تسبب ضرر إذا كان إذا بيوم ما تم إذا بدك دخول إلى هذه المقلومات ويمكن الناس اللي بتخافي بتخاف على هذه الخصوصية أو السرية اللي بتحب أنه تبقى عندهم أشوف المسؤولية مشتركة هون المسؤولية مشتركة على المستخدم وعلى الشركة اللي أنت بتستخدمها أو بتتعامل معها خلينا أبدأ بالمستخدم نفسه لأنه أنا بأبدأ بحالي عشان أنا أكون متطمن لازم الدخول على هذا الأكاونت اللي أنا بستخدمه الكلاود أكاونت اللي أنا بستخدمه لازم يكون مؤمن بشكل ممتاز وهان بأتي على موضوع القاعدة هلأ بدي أذكرها وبتمنى إذا الجميع بتتبعها بتخيل يعني رح تكون حياتنا يلا أعطينا كتير أسهل وهي موضوع القاعدة من ثلاث نقاط اللي هو الأكاونت أو الباسورد اللي أنا بدي أستخدمها أو الحساب اللي بدي أستخدمه للدخول لهذا الكلاود أكاونت لازم يكون محتوي على ثلاث عوامر رئيسية شيء يتعلم شيء ما تكون سهلة ما تكون بسيطة ما تكون سهل تخمينها something you have اللي هو مثلا رقم التليفون أو الإيميل اللي هو شو بأقصد فيها هاي في كتير نسمع موضوع التفعيل الثنائي يعني أنا بأدخل على الأكاونت بعدين بيجيني مسج في رقم اللي هو الـ OTP عشان أدخله هذا يعتبر something you have فما حدا بيملك التليفون غيرك أنت ففي حال في حال تم إيجاد الباسورد وحد يدخل بالباسورد رح يوصل المسج على التليفون اللي هو something you have فهون حتى هذا الليفل كمان يمكن أنه نحميه فرضا التليفون نصرق والباسورد نصرقت شو بصير هذا يصار معاين فشو بصير something you are اللي هو الـ face recognition أو البصمة فكتير تطبيقات حاليا تدخل الباسورد انت بتدخل الرقم اللي بيوصلك المسج بعدين تضطر انك تطلع على الشاشة بحيث انه يكون في face recognition يتأكد انه انت الشخص نفسه اللي ماسك التليفون فهي القاعدة الثلاثية بتخيل اذا كل واحد فينا يعني اتبع بكل حساباته اتوقع الامور رح تكون safe اكتر الجانب التاني مسؤولية الشركة طبعا ما اشترك بأي شركة فيه شركات معروفة بموضوع الكلاود مثل دروب بوكس بوكس امازون مايكروسوفت واندرايب جوجل درايب مثلا هاي الشركات معروفة كبيرة ففيه شركات تانية بتقدم نفس الخدمات بس بمبالغ ارخص وبتكون طبعا عرضة انت لخطر يكون مثلا فيه backdoor بسموه او الناس اللي تشتغل بهاي الشركات تكون غير موثوقة مثلا او توصل للمعلومات بطريقة غير موثوقة لا وبالتالي مسؤولية الشركة هون انا بختار الشركة المناسبة شركة كبيرة معروفة اللي هاسمها بالسوق وبنفس الوقت اتأكد موضوع التشفير كل البيانات اللي احنا نخزينا على الكلاود لازم تكون مشفرة ما يعني مشفرة التشفير هو يعني انت بتفوت على اي موقع حاليا بتكون في اشتة بي اس العلامة الخضرة قفل لونه اخضر هذا الموقع مشفر يعني اي بيانات انت بتدخلها على هذا الموقع هي راح تكون مشفرة فهون يعني طريقة بسيطة بس عشان اميز الموقع المشفر من غير المشفر حيث انه يكون في بسموه انكريبشن للبيانات وهالانكريبشن بيكون معقد شوي فمش اي حدا بيقدر يفتح البيانات ويكتشف زي ما حكيت اذا كان في صور خاصة اذا كان في عقود ملفات مش اي حدا بيقدر يشوفها لانه بتكون مشفرة بطريقة معينة طبعا بعض الناس بيعانوا عادة مثلا عن سرقة التلفون او حتى لما التلفون ما عاد بيدور منخسر الارقام يلي عنا اياها منخسر الديتا يلي عنا اياها الى اي مدى مهم ايضا انه كل هالديتا تطلع على الاي كلاود حتى نقدر اذا صار عنا هاتف اخر ننجح نستخدمه طبعا من ناحية الكلاود هي فكرة انه انا بقدر اخزن ملفاتي او اخذ باككب منها باككب بالكلاود بقدر استعيدها باي وقت بديها طبعا ما حفظ كل الاحتياطات اللي حكينا عنها لانه بنهاية زي ما حكينا هي اداة حادة لازم اعرف استخدمها اذا اسأت استخدامها رح يكون في عندي مشكلة بلا هي مهمة جدا فبس انه كنت استخدم بطريقة الصح بطول الموضوع على التخزين واعتقد الموضيع التكنولوجية نحن بحالة كل يعني يجب انه نعرف معلومات عليها صح بسيطة ايمن كمان يعني الشيء المهم اللي ذكرته اليوم هو انه عدم التصرف مع كل هذه بسلبية باي معنى بسلبية انه مثلا في ناس عند الاكاونت بتخزن عليه بس ولا مرة بتزوره ولا مرة بتنطفه ولا مرة بترجع بتدخل يمكن في اشياء من سنتين انت كنت بحاجر الى اليوم منك بحاجر وهذا شيء صار معي انا لما دخلت على الاي كلاود تبين انه انا حافظ ملفات اليوم انا مني ابدا بحاجة لقيلة ممكن التخلص منها يعني هي يعني متل ما انت بتزور المخزن لتنظف لازم تضل انت كمان تزور الاي كلاود هي مساحتك الخاصة انت مسؤول عنها وهي حكينا انه هي مسؤولية الشخص اولا واخيرا هي مسؤولية الشخص اللي بيستخدم الخدمة ولازم يستخدمها صح ويعتني فيها بطريقة صحيحة عشان ما يكون في عنده جوانب سلبية ان شاء الله على كل الخبير في تكنولوجيا المعلومات ايمن قدورة شكرا لك شكرا على حضوركم معنا عفو اذا احتجنا شي مرة ايمن قريب بحش صرنا قراب هلأ شكرا شكرا